اشتركوا في القناة تعديبه على أيدي خطفه وتزامن هذا الفيديو مع قضية الطفل المغربي ريان والذي كان عالقا في بئر عميقة والتي نالت اهتمام العالم أثرت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا وأيضا محاسبة المعتدين كما أبدى عدد من نجوم الفن غضبهم أيضا عبر مواقع التواصل بعد انتشار هذا الفيديو للطفل السوري فواز الاقتفان الطفل المختطف وتناقل النشطاء واسم أنقذوا الطفل فواز الاقتفان في دول عربية عدة وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه ربا غردت وكتبت عبر تويتر حسبي الله ونعم الوكيل فعلا عايشين في أبشع زمن لكن ربي فوق كل ظالم طال الزمن أو قصر أسامة أيضا غرد على نفس الهاشتاغ وقال لكم أن تتخيلوا ماذا يرى فواز الاقتفان مع الخاطفين في هذه اللحظة وبماذا يشعر الطفل الصغير بين أيديهم وماذا يتخيل ادعموا القضية أرجوكم تغريدتك تفرق دعاء الحربي قالت أيضا عبر تويتر لا تنسوا الطفل خلونا نتكاتف ونساعدوا أقل شيء نرفع الهاشتاغ بثينا غردت على نفس الهاشتاغ وكتبت مستحيل أن هذه قلوب والله مكمل في الضرب ولا كأنه أمامه إنسان ولا كأنه أمامه من يترجاه يتوقف عن ضربه حشك أن يكون الذي بداخلك قلب وفاء عز غردت وقالت لم نستطع إنقاذ ريان لكن نستطيع إنقاذ فواز صراخ هذا الطفل لا يفارق أذني برأيكم هل باتت مواقع التواصل الاجتماعي تؤثروا بشكل كبير لتسليط الضوء على هذه الحوادث كحادثة اختطاف الطفل فواز اقتفان لكي تتحرك السلطات ترجمة نانسي قنقر